اكد وزير الطربية الوطنية عبدالحكيم بالعبد عن العودة للنظام العادي للتمدرس وهذا خلال دخول المدرسي الجديد 2022-2023 وقال بالعبداليثنين خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاع للقناة الإذاعية الأولى إن هذا القرار جاء بعد استشارة واسعة مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورون على مستوى وزارة الصحة والاطلاع على ما يحدث في دول العالم وفي سياق متصل كدى الوزير أن الاكتظاظ ليس بالحدة التي يتم تدولها بل الأمر متعلق ببعض المدارس فقط وسيتم حل الأمر وقال في هذا الصدد إن الاكتظاظ لن يكون كبيرا وشيرا إلى أن الحلول موجودة وشرع في تطبيقها عبر العديد من المدارس التي يمكن أن يسجل فيها الاكتظاظ من جهة أخرى كدى وزير الطربية أن المحافظة ستخفض في السنوات الثلاث الأولى وستشمل العملية ثلاثة ملايين تلميذ مشيرا إلى أن الكتاب الرقمي سيكون مجانا لجميع تلميذ الابتدائي دون استثناء وأوضح بالعابد أنه يتم حاليا تجهيز المدارس بالألواح الرقمية وهو يتم اتباعا كما يتم حاليا بالتنسيق مع الولى التجهيز المدارس بالأدراج وفي سياق مغير كدب العابد أن تكوين أساتذة اللغة الإنجليزية إجبارية محذرا من أن عدم الالتحق بالتكوين سيمنع الأساتذة من التدريس وأوضح الوزير أن الأساتذة يخضعون لستين ساعة تكوين عبر سبع مقاييس مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لتدريس اللغة الإنجليزية وكل الظروف مهيئة لانطلاق العملية وتابع قائلا لأن المدارس شرعت في استقبال كتب اللغة الإنجليزية وستتدرج للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي تدريجيا